موسيقى نشرة اخبارية مفصلة نبدوها بأبرز العناوين التحالف العربي يؤكد مقتل ثمانية من حزب الله اللبناني في صعدة بينهم قيادي موسيقى السعودية تدمر صاروخين باليستيين اطلقتهم الميليشيا الحوثية نحو الرياض موسيقى وهدوء حذر وضربات جوية متقطعة في جبهة الساحل الغربي وزيارة مرتقبة للمبعوث الاممي الى عدن للقاء الرئيس هادي موسيقى من العناوين الى التفاصيل حياكم الله قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ان اليمن لم تكن يوما ما حوثية ولن تردخ او تقبل بميليشيا الكهنوت الايرانية واكد خلال لقائه القيادات العسكرية لمحور بيخان في جبهات ناطع ونعمال وعقبة القندع ومحور قانية بالبيضاء بحضور قائد قوات التحالف في محافظة مأرب العميد علي العنزي ان الشرعية والتحالف عازمون على استعادة الدولة اليمنية ودحر مشروع ايران في اليمن والنصر لحليفها وحضر نائب الرئيس من التهون مع ميليشيا الحوثي الايرانية وقال بان من يتهون اليوم مع الحوثي سيفوته الشرف في الدفاع عن الوطن وثمن الفريق محسن الدعم الصادق من دول التحالف بقيادة السعودية الشقيقة واسهمته في تحقيق الانتصار في البيضاء وفي مختلف الجبهات مشددا على مضاعفة الجهود ومواصلة السير حتى استكمال تحرير البيضاء ورفع المعاناة التي خلفتها الميليشيات عن ابناء المحافظة خلال السنوات الماضية تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مرتفعات وادي رسيان بمنطقة البرح غرب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ونقل موقع الجيش عن مصدر عسكري ان قوات الجيش احرزت تقدما منذ ساعات الصباح الاولى في مرتفعات وادي رسيان وأحكمت سيطرتها على الجبل المطل على الوادي وعدد من اتباب الأخرى وأفد المصدر أن عمليات الجيش امطلقت من مفرق الوزعية وتهدف لقطع خطوط الامداد الأخيرة لميليشيات الحوثي والوصول إلى خط الجراحي تعز المار في مديرية مقبنة ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش شاركت في العمليات وقصفت مواقع الميليشيات في المرتفعات الجبلية المحيطة بوادي رسيان مؤكدا أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين كما شنت قوات الجيش الوطني هجمات عنيفة استهدفت مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة شرف العنيين المطلة على طريق الرمضة الرابط بين محافظتي تعز والحديدة وقالت مصادر ميدانية أن وحدات من الجيش تابعة للواء السبعة عشر موشا شنت هجومها على مواقع الميليشي في تبتي الجبيرية وصفراء التابعة لمديرية جبل حبشي وأفادت أن قتلى وجرح من الميليشي سقطوا خلال المعارك في مرتقة شهيد من الجيش الوطني في المعارك التي لازالت مستمرة وفي السياق شنت مقاتلات التحالف العربي غارتان استهدفت بإحداها موقع الميليشيات في التب الصفراء في منطقة العنين في مطالة ثانية موقع الميليشيات في القاهرة والصراهم أعلنت قوات الجيش الوطني السيطرة الكاملة على منطقة الغدير بمحافظة صعدة معقن ميليشي الحوثيين الرئيس شمال اليمن وأفدى الموقع الرسمي للجيش نقلا عن مصادر ميدانية بأن قوات الجيش اقتحمت منطقة الغدير بالصعدة بإسناد من قوات التحالف العربي وأطهرتها بالكامل هذا وتواصل القوات الحكومية التقدم في محافظة صعدة من عدة محاور واسط انهيارات كبيرة في جبهة ميليشي الحوثي هذا وأعلن الجيش الوطني أسره سبعة خبراء من حزب الله اللبناني في مديرية الملاحيظ جنوب غرب محافظة صعدة وكانوا برفقة قياديا بارز في ميليشي الحوثي الإيرانية وقال قائد اللواء الثالثة عروبة اللواء عبد الكريم أستدعي أن أسر القيادي والحوثي والخبراء اللبنانيون تمت عقب عملية نوعية في جبهة الملاحيظ ضمن عملية قطع رأس الأفعاء وأضح اللواء الثالثة أن المعارك المستمرة منذ أسبوع في جبل الروقي والمناطق المحيطة بها في جبهة الملاحيظ أخلفت نحو 220 قتيلا من عناصر الميليشيا منطر الجيش إلى دفن جثثهم بعد فرار من تبقى من عناصرها وتمكنت قوات الجيش خلال المعارك التي شاركت فيها مقاتلة التحالف العربي من تحرير قمة جبل حرم في المديرية ذاتها وسيطرتها ناريا على عدد كبير من المواقع المحيطة بها وفي الصياق قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه استهدف رتلا عسكريا لميليشيا الحوثي في عقبة مران بمحافظة صعدة مع قليز عيم ميليشيا الحوثي وذكر التحالف وفقا لقناة الإخبارية الصعودية أنه استهدف 41 عنصرا من الميليشيا في عقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم وأضاف أن من بين القتلى ثمانية قتلى من حزب الله اللبناني الإرهابي بينهم قيادي بارز دمرت الدفاعات الجوية الملكية السعودية صاروخين باليستيين أطلقتهم الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران نحو مدينة الرياض وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الصاروخين أطلقتهم الميليشيا من مدينة الصعدة وذكر المتحدث الرسمي لتحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الصاروخين أطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وأشار إلى أن الدفاعات السعودية تمكنت من اعتراض الصاروخين وتدميرهما وعدم حدوث أي إصابات ناتجة عن تناثر شضاياهما وقالت الميليشيا الحوثية أن القوى الصاروخية قصفت مركز معلومات وزارة الدفاع وأهداف ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية وبهذا يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت تحالف اعتراضها وتدميرها في سماء السعودية منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف اليمن إلى 154 صاروخا توقفت عملية تحرير الحديدة منذ أربعة أيام نتيجة الضغوط دولية وتحدث أيضا مسؤولون غربيون وأمريكيون عن قبول الحوثيين بإشراف الأمم المتحدة الكامل على ميناء الحديدة لكن تحركات الجماعة تمحي بأنهم يستعدون لمعركة طويلة توقفت معركة الحديدة قبل أن تكمل أهدافها لقد نجحت الضغوط الدولية في إيقاف العملية العسكرية مؤقتا بعد سيطرة القوات المشتركة على مطار الحديدة أربعة أيام مرت هادئة على المدينة إلا من ضربات جوية متقطعة وقصف مدفعي متواصل للحوثيين على المطار من داخل الأحياء والقرى السكنية المبعوث الدولي مارتين غيريفيث قال الخميس إن أولويته هي تجنب مواجهة عسكرية في الحديدة والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية وأثناء على ما وصفه بالانخراط البناء لقيادة الحوثيين في صنعاء فماذا قدم الحوثيون من تنازلات يباهي بها المبعوث الدولي مسؤول في الخارجية الأمريكية كشف أن الحوثيين أشاروا إلى أنهم سيقبلون بدور الأمم المتحدة الشامل لإدارة الميناء وعمليات التفتيش ما دفع واشنطن إلى حث السعودية والإمارات على قبول الصفقة وبحسب دبلوماسي غربي فإن الأمم المتحدة ستشرف على إيرادات الميناء وتودعها في البنك المركزي اليمني دون أن يحدد إن كان بنك صنعاء أو عدن على الأرض يبدو الحوثيون وكأنهم يستعدون لحرب أكثر عنفا ودموية فلا زالت تعزيزاتهم العسكرية تصل إلى الحديدة وما فتئوا يحفرون الخنادق ويزرعون الأرض بالألغام وينشرون مدافعهم في الأحياء والقرى السكنية سياسيون وناشطون يمنيون شككوا في نية الحوثيين واعتبروا أن تحركات الجماعة تأتي ضمن المناورة السياسية فحسب فالجماعة تحاول كسب الوقت من أجل الاستعداد للمعركة الأخيرة والحاسمة سياسيا يبدأ المبعوث الأممي مارتن جريفث الأربعاء المقبل زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن يلتقي خلالها الرئيس عبد ربو منصور هادي في إطار تحركاته المكثفة لإحتواء معركة الحديدة ونقلت وكالة الأندول عن مصادر مقربة من جريفث أن الأخير سيزور عدن للقاء الرئيس عبد ربو منصور هادي المتواجد حاليا في العاصمة المؤقتة منذ أكثر من أسبوع وأشارت المصادر أن جريفث سيناقش مع هادي والحكومة الشرعية ضرورة وقف التصعيد في الساحل الغربي والخطة الأممية ليستهنف عملية السلام خلال الأسبوع المقبلة وتأتي زيارة المبعوث الأممي عقب زيارة لصنعاء استمرت أربعة أيام تشهل خلالها بإقناع الحوثيين بالاستجابة لمطالب التحالف العربي وأعرب المبعوث الأممي في تصريح له الخميس الماضي عن تطلعه إلى لقاءاته المقبلة مع الرئيس هادي والحكومة الشرعية في التوصل إلى اتفاق لتجنيب المزيد من العنف في الحديدة وقال إن تجنب مواجهة عسكرية في مدينة الحديدة والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية تقف على رأس أولويات عمله مع الأطراف اليمنية تبادل الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإيرانية أسرى من الجانبين في منطقة موريس جاءت بعد جهود ومساعي قام بها الزعيم القبلي مراد غالب الموريسي القياد بمقاومة الضالع وزعيم القبلي نبيل الياثع أحد شيوخ منطقة ياثع وقالت المصادر أن عملية التبادل جرت بين ألوية العمالقة التابعة للقوات الشرعية وميليشيات الحوثي وأفرجت الميليشيا الحوثية عن أربعين جنديا وضابطا تابعين لألوية العمالقة إضافة إلى أفراد وضباط من وحدات في الجيش الوطني ينتمون للمحافظات الجنوبية مقابل إطلاق ألوية العمالقة المشاركة بالساحل الغربي عن أربعين وسبعين عنصرا من الميليشيا وتعد عملية التبادل الأسرى بين الجانبين هي الثانية خلال شهرين حيث اختار الجانبين منطقة موريس الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني مكانا لعملية التبادل تحت إشراف وحماية قوات الجيش الوطني في الجبهة عادت عمليات التعذيف في سجون عدن إلى الواجهة بعد تقرير لأحدى المنظمات الدولية وسط تضارب في تحديد المسئولية عن هذه السجون من جهتها نفت دولة الإمارات مسئوليتها عن هذه السجون كما قالت إدارة أمن العاصمة المؤقتة أنه لا صلة للإمارات بهذه السجون الواقعة تحت سلطة إدارة أمن عدن الرواية في هذا التقرير أثارت المعلومات التي تضمنها التقرير الصادر عن الوكالة الأمريكية سخطا إعلاميا وشعبيا واسعا تجاه الانتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال تعذيب وانتهاكات جنسية لمعتقلين في سجون سرية بإشراف إماراتي في عدن والمكلة حسب ما ورد في تقرير الوكالة الأمريكية فقد نفت البعثة الدائمة لدولة الإمارات بجنيف أي علاقة لدولة الإمارات بتشغيل أو إدارة أي من السجون أو مراكز الاعتقال السرية المذكورة في اليمن ورد النفي عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر بأن السلطات اليمنية تسيطر على أنظمة الحكم والمحاكم والسجون المحلية والمركزية بالكامل يذكر أن وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري كان قد نفى قبل زيارته الأخيرة إلى أبو ظبي تبعية السجون المتواجدة في عدن لوزارته فيما أكد مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن تبعية السجون لإدارته بعد صدور التقرير الأخير قائلاً ألا علاقة للإماراتيين بذلك يذكر أن السجون التي قالت تقارير الحقوقية إنها شهدت أعمال تعذيب وصلت حد الوفاء يشرف عليها مدير أمن عدن شلال علي شائع ويبقى السؤال من المسؤول عن هذه السجون قارج القانون وعلى من تقع مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء خاصة أن كثيراً من الحوادث قد تم توفيقها ومن الصعب نقرانها أو تجاهلها فلماذا يتم تجاهل السجون سيئة السمعة من قبل قيادات الشرعية والحكومة وهل ستتحمل الحكومة تبعات تلك الانتهاكات الجسيمة وقبلت الجهات الرسمية اليمنية أن تلعب دور سلة المهملات أو غسيل تضييض للجرائم والانتهاكات للقوانين الإنسانية التي تقوم بها بعض الأطراف المحسوبة على التحالف أو الشرعية كشفت اللجنة الأمنية في محور بيحان أن الخلية الإرهابية التي هاجمت جنوداً في حاجز تفتيش بالمدخل الشرقي لمدينة النقوب بمديرية عسيلان خلال إجازة عيد الفطر التابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية وقالت لجنة خلال اجتماع النائب رئاسة محافظة المحافظة اللواء الركن علي راشد الحارثي أن أعضاء الخلية الإرهابية تابعة لميليشيا الحوثي الإجرامية وكانت تهدف إلى إقلال الأمن والاستقرار والسكينة العامة ونشر الفوضى في المنطقة ووفقاً لتقرير اللجنة فإن ثلاثة من المهاجمين قتلوا وإصابة أربعة آخرين ثم القبض على اثنين منهم خلال محاولتهم الفرار من الموقع خلال اشتباكات مع الجنود وأشدد الاجتماع على الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في مديريتي بيحان وعسلان مشيداً بمستوى اليقظة والجاهزية الأمنية لدى الجنود في حاجز التفتيش هدد عمال وموظفو صندوق النظافة والتحسين بتاعز بتنفيذ إضراب شامل في حال لم يتم تجاوب مع مطالبهم الخاصة بتحسين دخلهم ووضع حد لمعاناتهم ودع موظفو عمال صندوق في وقفة احتجاجية نظمها اليوم أمام مبنى المحافظة بشارع جمال بتاعز دعوا السلطة المحلية إلى متابعة صرف رواتبهم رسميين ومتعاقدين وأشاروا في بيان صادر عن الوقفة إلى ضرورة تحرك السلطة المحلية للعمل على زيادة رواتبهم أسوة بزملائهم من العاملين والموظفين في صناديق النظافة بعدن والمحافظات المحررة وبما يمكنهم من مواجهة أعباء ظروف معيشة وقال البيان أن موظفي الصندوق سيبدأون برفع الإشارات الحمراء وتنفيذ وقفات احتجاجية وصولاً إلى الإضراب الشامل في حال عدم التجاوب مع مطالبهم التي يصفونها بالقانونية إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين التحالف العربي يؤكد مقتل ثمانية من حزب الله اللبناني في صعدة بينهم قيادي السعودية تدمر صاروخين باليستيين أطلقتهم الميليشيا الحوثية نحو الرياض وآخيراً هدوء حذر وضربات جوية متقطعة في جبهة الساحل الغربية وزيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى عدن للقاء الرئي السهادي انتهت النشرة شكراً للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة